السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنكمل مع بعض unit 11 في connect plus primary 1 الترمي التاني اليونت ده بعنوان it's 10 o'clock it's 10 o'clock يعني العاشرة الساعة العاشرة العاشرة بالزبط ولا ربع ولا نص ولا ثلث ولا اي حين العاشرة بالزبط it's 10 o'clock طيب او الفكاب اللي معينا هخلي ابني خلاص هو متأسس فونكس كويس فخليه يتملى حرفين حرفين طيب عندي اول كلمة معينا اللي هو fish restaurant اللي هو مطعم سمك طيب انا بعمل ايه بقى في مطعم السمك eat fish eat fish انا بيأكل سمك طيب ايه الفود اللي عندي في الجزء دوت عندي كلمة meat يعني لحم meat يعني لحم عندي crab 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 اللي هي الكابورية عندي crab crab اللي هو جنبري عندي rise rise انا عندي c اما بيجي وراها e او i او y بضعها زي السين او زي الاس rise تمام طيب عيش يعني ايه او خبز يعني bread bread طيب سلطة انا عايزة املي دلوقتي ابني همديلو حرفين حرفين salad 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 يعني ايه يعني سلطة طيب شور بتاع عدسة يعني ايه عدسة يعني lentin تعالي نشوفها مع بعض كده حرفين حرفين اللي اي اللي بانطقها فتحة او بانطقها ا تبقى ل طيب وبعدين len len وبعدين t وبعدين i يبقى هي بتكسر اللي قابليها تبقى lentil والل طبعا بتبقى في اغلب الاحيان dark l فتبقى lentil طيب شوربة في الانجليش يعني soap يبقى lentil soap بمعنى شوربة عدس طب ده الفودز اللي موجود معينا تعالي نشوف بقى المشروبات مشروبات يعني ايه يعني drinks drinks طيب ايه المشروبات اللي ممكن نشربها اي juice juice طيب اه اه كلمة برتقال يعني orange يبقى orange juice يعني عصير برتقال بعد كده عندي طبعا احنا خدنا قلعة قاية bay fort اللي هي ايه قلعة قاية bay طيب قلعة قاية bay عبارة عن ايه عبارة عن مبنى building building يعني مبنى طيب لو انا عايزة اروح مشوار مع حد واقوله ان احنا وصلنا هقوله وصلنا ازاي here we are here we are here we are here we are يعني وصلنا طيب في عند قلعة قاية bay ايه في beach beach لو شاطئ طيب انا عايزة اقول انا هزور كلمة ازور يعني ايه يعني visit 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 طيب لو انا دلوقتي عايزة اقول انا معي مية او في مية في البطل دي او الازازة دي هقول water in the bottle المية فين في الازازة طيب عايزة اسألك معيك قدام مية how much how much water how much يعني كم الكمية او ماء الكمية how much water طيب لو هسأل عن الوقت خلوص احنا حفظنا what time is it what time is it تمام طيب طيب عايزة اقول انا هروح عشان العب football هناك هلعب كورة هقول play football play football طيب طيب عايزة اقول انا هروح العب في الملعب هقول go to the play ground go to the play ground طيب عايزة اقول انا هروح عشان استحمى او اسبح او امارس السباحة في البحر او في البثين هقول go swimming go swimming طيب عايزة اقول انا بستمتع قوي لما بقرأ كتاب انا هروح اقرأ كتاب اقرأ كتاب يعني read a book read a book طيب مكتبة يعني ايه مكتبة يعني library library طيب خلاص احنا تعودنا دلوقتي على let's دي معنا من key g1 let's يعني هيا بنا لما كنت اقول let's flee يلا ممكن نرسم يلا let's grow يلا نلعب let's play يلا نغني let's sing تمام طيب يلا نأكل let's eat يلا نأكل طيب يلا نذهب let's go طيب يلا ننط let's jump طيب يلا نزور let's visit احنا اتفقنا اللي let's يجي وراها الverb في المصدر في ال in طيب يعني ايه verb في المصدر verb في المصدر يعني معهوش اي اضافات ولا اي دي ولا اي ان جي ولا اس بيجي الفرب زي ما هو كده تمام طيب لو انا هايز اسأل كم عدد المرات كم عدد المرات يعني how often اتي سايل نشربت ميا وماتت how often طيب كم عدد المرات اللي زرت فيها مكتبة اسكندرية مدام هعمل سؤال يبقى انا عندي القاعدة الاساسية اداة الاستفهام فعل مساعد فعل فعل اداة الاستفهام اللي هي how often يلا نحطها كم عدد المرات how often طيب الفعل بتاع ايه you انا بكلمك انت القدامي طيب you بياخد اي you دوت من الجامع he وشي وit بتحب الاساسية بتاخد ضز انما you واي اسم جامع بياخد do يبقى how often do you والفرب بتاعنا go how often do you go to the library كم عدد المرات بتوح فيها المكتبة ممكن اسألك اي سؤال تاني بقى كم عدد المرات اللي تاكل فيها مثلا how often do you do you eat how often do you visit alexandria انت بتروح هاسكندرية كم مرة تمام طيب الاجابة على how often بقى هتكون ايه هتكون على حسب المرات اللي انت بتروحها لو انا بروح كتير هقول ايه هقول always يعني دائما او كتير خالص ممكن اقول usually 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 عادة هي برضو ايه انا معتاد اروح بس مش دائما مش خلاص يعني اجبار علي ان انا لازم اروح كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لا انا ممكن اروح مثلا خلاص انا متعود اروح طب never يعني ابدا انا ما رحتش ابدا دول حياتي عمري ما رحت طيب لو انا بسألك دلوقتي how often do you go to the library انت كم مرة رحت مكتبة مثلا لو انا هسأل عن مكتبة اسكندرية اقولها how often do you go to the alexandria library انت رحت مكتبة الاسكندرية كم مرة هتبقى تكون اجابة على حسب كل واحد في ناس متعودين خلاص بيعدوا كل يوم على المكتبة فيقولوا i always go to the library انا ايه دائما بروح المكتبة واحد تاني بيروح يعني مثلا خمس مرات مثلا في الاسبوع يقول i usually go to the library انا معتاد اني اروحينيك في ناس لا ممكن مرة في الاسبوع مرتين فتقول اي i often go to the library طيب في واحد تاني بيروح مرة كل شهر يقولك ايه sometimes i sometimes go to the library انا احيانا بروح المكتبة في واحد ما رحش ابدا مكتبة اسكندرية فيقول i never i never go to the library انا عمري مروح مكتبة اسكندرية بعد اجلنا نخش على الوقت وازاي نسأل عن الوقت احنا اخذنا طبعا تقسمت الساعة والاي اللي هو long hand short hand تقسمت الساعة في الفيديوهات اللي قبل كده وقلنا ازاي اقول الساعة هقول it مثلا والساعة بعد كلمة o'clock طيب ازاي اسأل عن الساعة الاول هقول what time is it طيب عايزة اقول الساعة اتنين بالزبط هقول it والساعة وكلمة o'clock it's two o'clock وهقول اتنين بالزبط طب عايزة اقول بقى اتنين وربع عاود نفسي في الانجلش بقول الربع الاول او بقول النص الاول وبعدين اقول الساعة طب ربع يعني ايه تحب كده هخلي ابني استهجيها واحدة واحدة احنا قلنا صوت البط اللي هو kwa 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 وبعدين a o يبقى kwa r وبعدين t kwaart وبعدين e o احنا قلنا بنعملها مفخمة kwaart kwaart يعني ربع طيب يلا نشوف كلمة اللي بعديها كلمة paste احنا قلنا الايه ماد بالالف paste يبقى kwaart based يعني والربع طب عايزة اقول اتنين وربع يبقى هقول quarter based two طبعا ايزة اقول ونص طيب ونص يعني half half وbased half based يعني ونص طبعا ايزة اقول اتنين ونص هقول half based two طبعا ايزة اقول ربع quarter based two طبعا ايزة اقول ونص half based two يبقى بقول quarter based يعني وربع half based يعني ونص. تمام؟ طب انا دلوقتي في نص النهار الساعة التاشر في نص النهار عايز اقول انا في منتصف النهار كلمة منتصف يعني made made طب كلمة يوم او نهار يعني day. عايز اقول made day. طب عايز اقول في انا كده بتكلم عن حرف الجر اول ما اتكلم عن الساعات هعرف ان انا هستخدم حرف الجر at اقول at made day يعني انا في نص النهار طب عايز اقول في نص الليل الساعة التاشر مثلا بالليل عايز اقول في نص الليل استخدم برضو حرف الجر at وكلمة منتصف يعني made وليل او بالليل يعني night يبقى at made night في منتصف الليل طيب عايز اقول انا باستيقظ السابعة السبح او انا باستيقظ في السابعة سباحا استيقظ يعني ايه I get up بس get between two vowels احنا قلنا مدامي تيجد between two vowels هنطقها في لاب تي او لاب دي هقول I get up I get up I get up at seven o'clock I get up at seven o'clock انا بصحة الساعة سبعة تمام طيب عايز اقول بتناول الفطور have breakfast طيب عايز اقول انا اتناول الفطور الساعة السامنة صباحا هقول I have breakfast at eight o'clock تمام طيب عايز اقول اتناول لغداء have lunch I have lunch at مثلا three o'clock الساعة ثلاثة انا بتغدأ طيب عايز اقول ينام go to bed go to bed طيب عايز اقول انا بروح استريه الساعة تسعة او بنام الساعة تسعة اقول I go to bed at nine o'clock انا بنام الساعة تسعة طيب في واحد بينام متأخر هقول ايه sleep late ده بينام متأخر طيب عايز ابقى اديك امر كده واقول لك اوعى تنام متأخر اقول لك never never يعني اوعى ابدا عمرك never وما never تيجي في الاول بحرف الكابتة ليبقى كده ده اطلوب امرين بقول لك اوعى تعمل كده never sleep late اوعى تنم متأخر طيب عايز اعرف ايام المدرسة يعني ايه on school days تمام لو هتكلم عن الايام هكي استخدم on 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 هستخدم عن الساعة هتكلم عن الساعة هستخدم at 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 طيب on school days يعني ايام المدرسة طيب ايام العطلات الاسبوعية هقول on week end حتى week يعني اسبوع و end يعني نهاية في نهاية الاسبوع on week end طيب في الاجزة بقى كبيرة خوز 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 هقول on vacation on vacation طيب ايه الوقت سؤال بقى خلاص انا دخل على سؤال ازاي اركب سؤال اداة الاستفهام فعل مساعد فعل فعل طيب ايه الوقت اللي انا بتناور فيه الغداء what time خلاص دي اداة الاستفهام what time الوقت do you انت have بتتناول lunch بتتناول غداء on school day في ايام المدرسة لو انا متعود باكل الساعة 12 يبقل I usually have lunch at 12 o'clock انا متعود الساعة 12 اخذ الغداء بتاعي طب مش شرط السؤال ده ممكن اركب اي سؤال لو جا حد مثلا حبيت تسأل اي حد ايه الوقت اللي انت بتذهب فيه اللي نوم يلا بينا نركب قدتي الاستفهام what time انا بتكلمك انت فعلي يبقى you you بتاخد verb to do عشان مش بتحب الاس يبقى what time do you go to bed ايه الوقت اللي انت بتروح تنم في بارك انا نتكلم عن مكتبة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية فيها ايه فيها اه لازم يكون فيها امين مكتبة اللي هو تمام لازم تكون فيها منطقة للقراءة اللي هي reading area طب عايز اقول بقى على بعض الاسكندرية فيها منطقة للقراءة alexandria library has reading area فيها ايه منطقة للقراءة فيها كمان ايه planetarium اللي هو النموذج الشمسي او القبة السماوية يبقى alexandria has planetarium اللي هو القبة السماوية اللي احنا بنخش جواها ونشوف من خلالها الأجروم السماوية والكواكب على شكل عرض طب عايز اقول عرضه على رائس يعني ايه يعني بابت شو بابت طب انا دلوقتي شايفة كلمة بابت دي سعب قوي على ابني لأ انتي لو انتي درسة فونكس كويس او ابنك درسة فونكس كويس تبقى الموضوع سهل جدا من نسباله البي هطالع فيها باف اير بطالع فيها هو واليو دي كاني بضرب حد ا ا ا ا والبي اي حرفين توقن بنطقهم حرف واحد تمام والي بتبقى فتحة تعلينا نضقها كده بابت بابت شو يعني عرض ارائس اللي هي المارينت طيب عايز اقولي هيا بننذهب طبعا let's go to that طيب معمل كمبيوتر كمبيوتر يعني كمبيوتر او كمبيور معمل يعني اللاب يبقى كمبيور اللاب اللي هو معمل الكمبيوتر طيب في الصباح in the morning in the morning طب في المساء in the evening in the evening طيب عايزة بقى خش على اسلوب الامر اللي معينا في الدرس ده او في اليونت ده المفروض ابنك يعرف انا خدت دلوقتي كلمة never يعني ابدا 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 وخدت كلمة always يعني دائما عايزة اعمل بقى امر مشدد يعني اقوله اعمل كذا على طول او اعمل نهي مشدد اللي هو عمرك ما تعمل كده ابدا 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 طيب عايزة اقول لحد لا تصيح في الفصلين اوعد سوت في الفصل تمام عايزة اعمل فعل امر فعل امر لا يعني لا عمرك ابدا ما تعمل كده مدام قلت never بكابتال اول الكلام يبقى انا بعمل فعل ايه امر انا بأمر اللي قدامي يبقى never shout in the classroom اوعد سوت في الفصل طيب عايزة اقول دائما تحدث بهدوء هقولها ازاي هقول always يعني دائما talk quietly اتكلم بهدوء طيب اتفق معاك اتفاق مدام جبت always في الاول او never في الاول انا خلاص اتفقت معاك ان انت كده بتعمل فعل امر طيب always وnever لازم يجي وراهم infinitive يعني فعل في المصدر ملوش اي اضافات ولا s ولا iz ولا ing تمام طيب عايزة اقامر دلوقتي يقول لا تأكل ولا تشرب في الفصل هقولها ازاي لا يبقى never تأكل وتشرب eat or drink يبقى never eat or drink in the classroom اوعد تأكل وتشرب في حجرة الفصل طيب عايزة اقول دائما كن في الوقت دائما تكون في معايدك دائما يعني always راجي وراها الفعلة في المصدر كن اللي هو a verb to be اللي هو am is or المصدر بتاعهم be يبقى always be on time كن في الوقت for your class في الوقت الاجل الفصل بتاعك او في معايد الفصل بتاعك دائما استمع الى معلمك مدام في دائما يبقى always always listen to your teacher دائما استمع للمعلم بتاعك طيب دائما كن طيب مدام دائما يبقى always بحرف capital يبقى انا بعمل فعل verb او او بأمر طيب بيجي ورا الفعل في المصدر يبقى always be kind to your friends خليك طيب مع اصدقائك اخر جزء معنا في اليونت اللي هو الفانكس هو هنا بيتكلم عن long i امتى هنطق ال i بصوتها مش باسمها تمام ال i بتاعها زي الكسر كده اي اي طيب اي هي الاسم بتاعها او اللونج بتاعها اللي هو اسمها اللي هو i طيب امتى هنطقها i وامتى هنطقها اي اي مع الكلمات cvc word والحاجات دي طيب هنطقها امتى long لو في ثلاث حالات لو جامعي ماجيك i في اخر الكلمة هتضربها على رأسها فتنطق اسمها مش صوتها تاعي نشوف كده time نطقتها اي i time تاعي نشوف كده kite kite نطقت ال i اي باسمها مش بصوتها عشان ماجيك i خليتها نطقت اسمها مش صوتها طيب ال i لما تيجي قبل ال i او ال i لما يجي بعدها i مسكين في بعض وشارط يكون اخر الكلمة فهنطق ال i دي i باسمها مش بصوتها فهقول bye bye tie tie طيب لو عندي كمان ال y جد في اخر الكلام بنطقها i زي sky sky fly نطقتها اي نطقتها i fly نطقتها long i كمان باسمها مش بصوتها يبقى تاني نقول امتها انطق ال i باسمها مش بصوتها لما يجي معاها في اخر الكلمة magic e زي كلمة تعني نطقت time time نطقت ال i i ما نطقتها كسرة اللي هي i time ليه عشان magic e ضربتها على رأسها خليتها تنطق اسمها الكلمة مش في نص الكلمة بقول في اخر الكلمة هنطق ال i باسمها مش بصوتها pi pi زي اللي هي الفطيرة يعني قبل pi يعني فطيرة التفاح زي tie tie وكمان ال y لو جات في اخر الكلام هنطقها i زي sky زي fly وبكده نكون خلصنا اليونت وما ننساش نبعطه للمومي اللي محتاجاه وما ننساش نعمل كومنت حلو ودعوة حلوة تحت الفيديو وننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته